كما أشاد رئيس السيسي بالتقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنية خلال الفترة الماضية وما شهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأسعادة السياسية والاقتصادية والأمنية وفي هذا السياق أشار رئيس السيسي إلى اتفاق البلدين على ضرورة البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في تنمية تلك العلاقات مشاددا على أنه ما زال هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها شهدته السادة لقد ناقشنا اليوم التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنية خلال الفترة الماضية وما شهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأسعادة السياسية والاقتصادية والأمنية وتوافقنا على أنه برغم من العديد من الإنجازات التي حققناها في تنمية تلك العلاقات إلا أنه ما زالت هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها لقد اتفقنا اليوم على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا وذلك لدفع التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك كما توفقنا على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والذي نمى بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا واتفقنا على ضرورة استغلال ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون ودفع الشراكات الاقتصادية سواء الرسمية أو من خلال القطاع الخاص بين البلدين